بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن نهدي الذكر بل الذين كفروا في عدة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناف وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا الاحتلاق أعنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك لعزيز وهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاج وفرعون وذل أوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ذأيك أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر أولئي إلا صيحة واحدة ما لهاهم فواق وقالوا ربنا عزلنا قطنا قبل يوم الحساب إصبر على ما يقولون واضكروا عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا لجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق وقيرا حشورة كل له أواب وشددنا ملكا وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعد فاحكم بيننا بالحق ولا تشطئ وهدنا إلى سواء الصراق إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أقفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبضي بعضكم على بعد إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل معهم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فاغفرنا له ذلك وإن له عندنا لذلفا وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نرسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أول الألباب ووعبنا لجاود سليمان أم نعم الأرض إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الهجيال فقال إني أحببت حب لخير عن ذكر ربي حتى توارت بالهجاب أردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقرفتنا سليمان وألقينا على قرسيه جسدا ثم أناب قال ربي اغفر لي وحبني ملكا لا يوم بدي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين قل بناء وبواص وآخرين مقرنين في الأسفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لذلفا وحسن مآب واذكر أبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان أني مسني الشيطان بنصب وعذاب يرقد برجلك هذا مبتسل بارد وشراب ووابنا له أهله ومثله معهم رحمة منا رحمة منا وذكر ألئ الألباب وخذ بيدك بغثا فضرب به ولا تخنف إنا وجدناه سابرا نعم الأب إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسعاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل وليساوذ لكفر وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدل مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكعة كثيرة وشراب وعندهم قاسرات صرف أتراب هذا ما توعدون اليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له للنفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فديس المحاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مفتهم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فديس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشراف أتخذناهم سخرية أم ذابت أنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاشم أعلى النار قل إنما أنا منبر قل إنما أنا منبر وما من إله إلا الله الواحد وهقفار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبع عظيم أنتم عنه معربون ما كان لي من علم بالملئ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مدين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من تين فإذا سويته ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجلين فإذا سويته ونفقت فيه من روحي فإذا سويته ونفقت فيه من روحي